أهلاً فيكم حبابي برج الحوت من وقت مشاهدتك للفيديو إلى آخر الشهر القراءة مثل دائماً رح تكون للبرج الشمسي والقمري والطالع وأيضاً تقبل العكس يعني إذا أنت عم تتعامل مع برج الحوت ممكن تحس أن بعض الأشياء اللي بحكيها تكون طاقتها مشابهة لطاقتك أو قريبة من طاقتك طبعاً القراءة عامة يعني مش رح تنطبق على الجميع ولكن ممكن يكون فيه بالفيديو إشي ممكن يساعدك أو إشي تستفيد منه إشارة أو مقطع صغير ممكن تحس أنه تستفيد منه فاخد من القراءة الشي اللي بيناسبك وترك أو الإشي حتى الإيجابي وترك السلبي أو الشي اللي بتحسه مش عم ينطبق عليك بدنا بس ناخد كروت توضيحية وبعد هيك رح نشوف طاقتك طاقة الحبيب وشو هي خطواتكم في المستقبل وأيضاً مسير العلاقة في المستقبل طيب نبلش بطاقتك بالأول يا برج الحوت برج الحوت مبين عندي كتير عم يعاني من الأرق أو الأنكزايتي أو التوتر عم تمر بتغيرات جذرية بحياتك يا برج الحوت وفي عندك عم تحس بصعوبة بالتقدم إلى الأمام أو بالتقدم مع الشريك في عندك بداية عاطفية جديدة أو في شخص بحياتك جديد لسه ما ممكن تكون أنت وهالشخص فقط أصدقاء لسه ما فتبع علاقة مع بعض ولكن في عندك بداية جديدة بحياتك وإنت عم تحس أنه طبيعة العلاقة بينكم تقليدية أو روحانية ممكن أيضاً عم تفكر كيف تتواصل مع الحبيب بطريقة روحانية ممكن عم ترسله رسائل روحانية عم شوف في عندك تغيرات حالياً عم تمر فيها تغيرات ممكن تكون صعبة ممكن أنت تكون بوضع حالياً مش عم تعرف تنام بالليل أو متوتر في إشي شاغل بالك ولكن في عندك تقدم ملحوظ أو رح يصير أو ممكن أنت حالياً عم تتقدم مع الشريك ومع الحبيب ولكن في عندك لسه بعض المحاوث أو التوتر اللي ممكن تحسه من ناحية الحبيب طيب نشوف طاقة الحبيب شو هي شخص اللي عم تتعامل معه شخص كتير صبور أيضاً ممكن يكون شخص من برج ترابي لأنه الأبراج الترابية عادة ما بتكون بطيئة بالحركة أو بطيئة باتخاذ القرارات عم شوف فيه من جهة الحبيب أو جهة الشريك اللي عم تتعامل معه فيه دفاعية أو فيه تردد أو هالشخص اللي أنت معه حالياً باني صور حول نفسه مش عم يسمح للعلاقة إنه تتطور مش عم يسمح لك المفوت على قلبه أيضاً هالشخص عنده Justice Card أم شوفه شخص حقاني مشان هيك هو بطيء بالحركة بيحب يحلل الأمور ويدرسها صح لحتى يطلع بالناتج الأفضل أيضاً هو شخص دائماً بيحب يكون هو اللي على صواب أو هو اللي كلمته تمشي هو اللي يطلع منتصر مشان هيك بيتردد بأخذ القرار الشخص اللي عم تتعامل معه ممكن يكون عم يمر ب في عنده اختيارين أو عم يمر بمفترق طريق حالياً وعم يحاول يختار أو يوازن أو يعادل بين شيئين ممكن بينك وبين الشغل ممكن بينك وبين شخص آخر أيضاً طيب نشوف شو هي طاقتكم المشتركة حالياً وشو ممكن يكون بعض من أسباب الخلافات اللي بينكم حتى تفهم الوضع أكتر ريجيكشن ففي شخص أو في عم تحسوا أنه أنتو مرفوضين من قبل الطرف الآخر لأنه الطاقة هاي مشتركة فأنت عم تحس بالرفض منه و هو أيضاً عم يحس بالرفض منك عم شوف أنه أنتو شوي مشوشين تجاه بعض ما في عندكم طريق واضح في عندكم عم تشتغلوا على العلاقة ولكن ما في عندكم شراكة بالشغل يعني كل شخص عم يشتغل مجهود شخصي أو مجهود انفرازي عم تحس أنه بدك يكون في شراكة أكتر بالعلاقة بس الوضع بينكم مرات بيكون إيجابي ومرات بيكون سلبي متقلب كتير لأنه مرات الوضع بيكون كتير منيح عندك The Sun Card من أفضل الكروت بالتاروت ولكن مرات في عندكم بيصير رفض لعروض الحب أو رفض لتقبل العواطف بينكم في أيضا عندكم كتير اهتمام بالسلطة أو كتير يعني في شخص أو ممكن أنتو الاثنين بتحاولوا أنه تمشوا كلمتكم قدر المستطاع في عندكم نزاع على السلطة انتو هو طيب نشوف خطواتك في المستقبل أو ما هي خطوتك المستقلية همشوفك همتركز أكتر على هوم على وضعك العائلي على قائلتك على أهلك همتحاول توفر لهم متطلباتهم أيضا همتشوف أنه ممكن إذا أنت بعيد عن البيت همتحاول أنه إذا أنت بسفر مثلا بعيد عن البيت همتحاول أنك توصل إلى عائلتك أو بالمستقبل للبعض منهم تفكيرك رح يكون بأي علاقة بتفوت فيها تفكير أنه بدك تستقر أو بدك تلتزم مع شخص من أجل أنك تستقر لأنه أنت أيضا بتحس أنه أو رح يجي شخص بحياتك دو المستقبل مع أنه رح يكون في بينكم شوي نزاع بسيط بالحكي ما في صراحة تامة رح تكون إلا أنه أنت رح تنظر لهالشخص وكأنه أو رفيق درب عم شوفك بالمستقبل أيضا شوي منغلق رح تكون أو منعزل لأنك عم تبحث عن إجابة لإشي معين أيضا عم شوفك رح توفر ناحية المادية أو رح تكون متحفظ أكتر بمشاعرك يعني مش رح تتسرع ولا رح تتهور لو في شخص جديد رح يفوت بحياتك عم شوف أنك تتأنى بإختيار القرار بينك وبينها الشخص عم شوفك عم تركز على الجهة الروحانية وأيضا على الجهة المادية لأنه في عندك كتير مخاوف ما عم شوفك تتسرع باتخاذ القرار طيب نشوف طاقة الحبيب أو طاقة الشريك في المستقبل أم بيّن أنه حبيب أو الشريك اللي عندك كتير رجد أو بيحب يمشي على نمط معين ممكن يكون مش مرن عقليا أو مش كتير متقبل لآراء أخرى فعم شوف أنه هو بالمستقبل رح يركز أكتر لناحية أنه كيف يكون مرن أكتر كيف يتقبل أفكار أخرى أكتر أيضا عم شوفه فيه عم يحاول يتخلص من عادات سيئة هالشخص وهو بيشوفها بحاله عم يحاول يبعد عنها قدر المستطاع عم يحاول أيضا يبعد عن عن إنه مرات بيحكم على العلاقة بطريقة كتير جدية وطريقة كتير حادة أيضا هالشخص طلع عنده نفس الكرت اللي عندك هون فهالشخص أيضا بينظر لإلك بالمستقبل بيشوفك أو بده نوع من الارتباط معك نوع من الالتزام معك أيضا شخص اللي عم تتعامل معه في المستقبل بده بداية جديدة عم شوف عنده Ace of Wands فهو بيطمح إلى بداية جديدة بينك وبين هالشخص ممكن هو أيضا يمر بمرحلة إنه لازم يختار شيئين أو ياخد قرار بين شيئين معينين شغل أو بين شخصين معينين لكن عم شوفه بالمستقبل بده يتواصل معك أكتر بده العلاقة بينكم تتطور أكتر أو يكون فيها انفتاح أكتر تقبل أكتر نشوفه بحاول يكون بالمستقبل مرن معك أكتر طيب نشوف تعقدكم المشتركة في المستقبل شو هي في عندكم تغيير رح يصير انقلاب تام للأمور يعني إذا أنتو مش عم تحكوا مع بعض حاليا أو في فترة انفصال البعض منكم اللي بيحس إنه العلاقة مش رح تتصلح أبدا أو ما في إلها نهاية أو مستحيل إنه أكون مع هالشخص هالكرت بيحكي مثل تغير 180 درجة أيضا في عندك Ace of Wands نفس هالكرت يعني في عندكم بالمستقبل بدايات جديدة The Sun Card الوضع بينكم في المستقبل رح يكون إيجابي أكتر من هيك أكتر من اللي أنت عم تمر فيه حاليا برغم إنه أنتو مريتوا بصعاب بالماضي وكان في بينكم كتير لخبطة بالماضي وكتير تقلب بالعلاقة إلى إنه بالمستقبل في عندكم بدايات جديدة بالعاطفة برج الحوت أيضا قبل ما تكمل بدي أحكي لك شو الأبراج اللي ممكن عم تتعامل معها ممكن عم تتعامل مع أبراج لاية أبراج مائية أبراج هوائية ممكن عم تتعامل مع برج الميزان أو برج الجوزاء برج الجدي أيضا ولكن ممكن يكون أي برج آخر أنا دائما بنسى أحكي الأبراج لأنه بركز أكتر على الطاقة إنه ممكن يكون مش نفسها الأبراج اللي عم بحكيها ولكن الطاقة اللي عم تطلع منها الشخص هي هالطاقة اللي موجودة عندي فنكمل طاقتكم المشتركة برغم الصعاب اللي مريتوا فيها بالماضي إلى إنه عم شوف فيه تطور كتير ملحوظ في المستقبل أيضا فيه تواصل سريع رح يصير بينك وبين هالشخص وفيه عندكم رح يصير نضج كتير من الناحية العاطفية يعني بالماضي ممكن الوضع بينكم كان لخبط أكتر ومتقلب كتير بالذات من ناحية برج الحوت لأنه عندك nine of swords فأنت كنت كتير فيه عندك مخاوف تجاه الشخص واتجاه هالعلاقة عم شوف فيه عندكم نضج عاطفي أكتر بالمستقبل فيه تواصل سريع رح يصير بينكم فيه تفاهم أكتر رح يصير بينكم بما إن الطاقة هاي مشتركة بينكم فأنتوا رتوصلوا إلى نوع جديد من البوندين أو نوع جديد من الترابط بمعنى أنه أنتوا رح توصلوا إلى مرحلة تكونوا فيها مستعدين إلى أنه تواجهوا مع بعض التحديات اللي ممكن يعني تيجي فيه طريقكم أوكي حبايبي برج الحوت معلش كانت قراءة قصيرة ولكن الكروت عندي كتير كتير واضحة يعني ما حسيت إنه فيها أي إشي بحب إني وضحه أكتر أو اتعمق فيه أكتر يعني الطريق عم شوفه أو خطواتك وطاقتك كتير واضحة مع هالشخص الأوراق كتير بتركب مع بعض كتير واضحة أوكي حبايبي برج الحوت فهاي كانت قراءتي لبرج الحوت بتمنى إنه قراءة تكون فادتكم وحبيتوها إذا حبيت الفيديو لا تنسى تحط لي لاك وكومنت شير وسبسكرايب وتفعل جرس الإنذار لحتى يوصل لك كل جديد شكراً لكم جميعاً إن شاء الله رح شوفكم